زي ما قلت لحضراتكم ان احنا معنا النهاردة متابعات لما انفرضنا به على شاشة قناة الشرق من تسريبات لحزب الوفد وكانت هناك امور كثيرة جدا كنا نتحدث عنها وما زلنا نتابع اخر المستجدات قضية بيع الاثار وتهريب الاثار واكتماع لاعضاء حزب الوفد داخل غرفة الهيئة العليا يمكن النهاردة لفت انتباهي وانا قاعد بتفرج وبتابع وبشوف الامور والمستجدات رد عبدالسند امامه وهنروح له بعدين لكن سبحان الله وانا قاعد بتكلم عن الفيديو المصرب يوم ما كنا منفردين بهذا الفيديو هنا على قناة الشرق في الشرق المصري لفت انتباهي جدا صورة سعد باشا زغلول وقلت له يا جماعة طب انتوا لو بصيتوا حواليكوا هتلاقوا انتوا بتعملوا دعيب وما يصحش وقلت له يا جماعة ده انت فويق صورة سعد باشا زغلول تخيل تخيل يا مؤمن ان هو النهاردة رئيس الحزب كله عبدالسند امامه كله طالع يقول لك ايه اصل الصورة بتاعة سعد باشا زغلول كان تحتها عالم مصر وعالم حزب الوفد وفي الفيديو ما فيش ولا عالم مصر ولا عالم حزب الوفد طب انت رد فعلك يكون ايه من غير طبعا ما تطلع اي اصوات ومن غير ما تعمل اي حركات ومن غير ما تقول اي حاجة انا وصلني رد فعلك لو انت انسان عائل بتسمع الكلام ده من المفروض شخص اسمه رئيس حزب الوفد اسمه عبدالسند امام طالع يرد على فضيحة كبيرة زي دي بالطريقة دي يبقى انا مقدر يعني اللي انتوا ممكن ايه تعملوا بس خلونا النهاردة نقول ان المستجدات كلها كويسة جدا وبتقول ان اه فيه قبض على قيادات بارزة في حزب الوفد بتهم اتبيع اثار مصر ويمكن انا فاكر البست بتاع زياد لما قال انا مش هسكت غير لما قدم الموضوع كله اه امام النيابة العامة والناس دي لازم يتحقق معها والناس دي لازم تقف امام القضاء عشان يتحسبوا على هذا الامر الكبير النهاردة ياسر اللوضيبي سكرتير عام حزب الوفد قال وفي عدد وحضور كبير من القيادات البارزة للحزب قال ان هو تم القبض على اللواء سفير نور قبض عليه النهاردة وكمان بيتكلم ان هو عبدالوهاب محفوظ اللي احنا كنا قلنا اسم عبدالوهاب محفوظ واللواء شرطة سفير نور وايضا اه مساعد وزير الداخلية اللي هو اللواء شرطة سفير نور ده ده تم القبض عليهم النهاردة جماعة وتم احتجازهم في شرطة الدقي عشان يبدأوا التحقيق معهم في القضية المعروفة اعلاميا دلوقتي بفضيحة بيع الاثار المصرية اه طبعا يعني هم تم الافراج عنهم بعد كده بدون ذكر اسباب الافراج وده اللي قاله ياسر الهضيب يعني ده تصريح ياسر الهضيب بالقبض عليهم وتصريحه ايضا بالافراج عنهم لاحقا بدون ذكر اي اسباب للافراج عنهم بعد ما تم القبض عليهم في الحقيقة موقع اهبار الغد هو الموقع الذي استطاع ان يثبت للجميع وعبر الكرنيهات شخصية الشخص التالت التي يعني اسمه او صوته ظهر في الفيديو لكن محدش كان عارف هو مين على الاقل كان في حالة انكار لهو مين تعالوا الاول نشوف الفيديو مرة اخرى نتذكر في الحدث ونتأكد من الجريمة ونرجع للكرنيهات اللي اسبتت مين هو عبدالوهاب محفوظ اهو حتتين بيقول احنا هنتعامل فيهم الاول لكن هو عنده مكان كبير بس هو عايز اخد الامان مش عايز الامان اه اه اولك انا بحل تاني فضل هتصور للحتتين والشخدار والجنبين اه بس في باللي هقولك عليه اه هتكتب للدكتور طارق اه تكتب والدكتور طارق اه وتعملت للتاريخ البكرة بعد وبعدها لو هتصوره النهاردة النهاردة كامل هم خمسة عاشرين هتعمل للتاريخ 6 و 27 و 28 اه تكتب لي الدكتور طارق ده الغمس هم وهتبعته ده هو الحكاية هو ما بيفردش هو ممكن ييجي هو بالتصوير لكن انه هو مفي السلطة هو بيشيء بس بقي وهنا هقولك بقي هو اس انا انا عايز اعاد واعادك معنا نعم ده ده الحل اللي وحمد صح يا سافير بي الحل اللي انت تعرض اسم يا باشا في صفقة كاملة قطع أسرية كاملة قطع أسرية كاملة تعالوا نشوف مين هو الشخص الثالث يعني موقع أخبار الغد هو اللي وضح مين هذا الشخص المفاوض الأساسي في عملية بيع الأثار وهو طبعا هذا هو الكرنين الخاص به السيد عبدالوهاب بركات محفوظ مراسل جنوب الجيزة محافظات واضح أنه مرسل في قسم الأثار وده كرنهات عام 22 دي الكرنهات الرسمية للأستاذ عبدالوهاب بركات محفوظ المتهم الثالث في جريمة بيع أثار مصرية في واحد من أكثر الأحزاب السياسية عراقة في التاريخ المصر الحديث في النهاية لازم تشوف معنا الوضع عامل إزاي الوضع زي ما أنت شايف كده رجل على الأقل يعني مرسل صحفي متورط المتهم الثالث لواء ومساعد صابق وزير الداخلية متورط مكان وقوع الجريمة والتصوير داخل مقر اجتماعات الهائة العليا في حزب الوفد الأكثر تسجيلا واحدة من أكثر القاعات الجهاز الأمنية المصرية سمعها بوضوح والناس دي رايحة تعمل فيها اجتماع بيع أثار طيب قبل كده يا أحمد في وقت سابق يا جماعة عشان نفكركم برضو إحنا ليه النهاردة موقع أكبر الغد يشتغل وبدأ يعمل هذا الشغل والتوصيق وأنه يجيب الكرنيل اللي بيثبت هذه الشخصية لأن رئيس حزب الوفد السيد الدكتور عبدالسند يا ماما كان نفع أصلا علاقته بعبدالوهاب محفوظ ده وقال لك يا جماعة مين عبدالوهاب محفوظ ده ده أنا معرفوش ما شفتوش ما فهموش ولا له علاقة بالوفد ولا نعرفه ولا من قريب ولا من بعيد سبحان الله كأن مقر الحزب في الدقيق أي حد معدي كده بيخبط يخش ويخش الغرفة بتاعة الهائة العليا ويقعد ويصور ويتكلم في بيع أثار تقريبا بيأجروا القوض هناك مقفروش لمدة ساعة ولا ساعتين لأي حد عايز يجي يعمل مؤتمر عنده صفقة عايز يعملها عنده بيعم عصلاجة شوية مفيش كفاتيريا فاضية مفيش قاوة فاضية فبيفتحوا له حزب الوفد بقى سداح مداح يدخل أي حد كده يمر ويعدي ويقعد جوه القوضة ويتكلم في حتتين أثار وبتاعه والكلام ده كله ويجيب سفيب نور كمان يععدوا معايا يا جماعة احترموا عقول الناس واحترموا عقول البشر واحترموا التكنولوجيا اللي احنا بقينا عايشين فيها بقى والمصادر والتواصل مع الناس قادي الجبتان نفسك هوا قادي الكرنيه قدامكم على الشاشة حطوا له معاما على الشاشة قادي الكرنيه عبد الوهاب محفوظ اللي عبد السند يمامي قال ما عرفوش وما شفتوش وإن هو ليس من قيادات الحزب وملوش علاقة بالحزب قادي الكرنيه بتاعه وده المفاوض الابرز اللي كان موجود واللي بيشتغل كمراسل في المحافظات لحزب الوهاب بالجريدة والكرنيه بتاعه قدام حضراتكم هو والكرنيهات دي على فكرة يا جماعة عندما صدرت هذه الكرنيهات صدرت بتعليمات من عبد السند يمامي نفسه يعني عبد السند يمامي اللي بينكر هو اللي أصدر التعليمات بصدور هذه الكرنيهات وكان من ضمن هذه الكرنيهات كرنيه عبد الوهاب محفوظ طيب هل يجرؤ أحد لما يكون رئيس الحزب موجود وطلع كرنيهات حاجة فيه أي بي بقى يعني رئيس الحزب بنفسه اللي نزل مش راجل بتاع الاشتراكات لا رئيس الحزب بنفسه طلع قال طلعه كرنيهات لفلان وهو بيطلع الكرنيهات لفلان بيكتب جنبها كده ايه عبد السند بيه يا ماما رئيس الحزب يا معلم يعني محدش يقرب عشان تقدر تلغي العضوية دي لازم ترجع لمين لعبد السند يا ماما مفيش حد هيجرؤ يلغي عضوية عملها رئيس حزب لعضو في الحزب تمام فبالتالي الكرنيهات دي كانت بتعليمات من عبد السند يا ماما وعشان كده كانت فيه شبهات بتدور حول هذه الكرنيهات وتلك الشخصيات اصلا اللي عبد السند يا ماما استعام بيهم وجابهم وعمل لهم كرنيهات في حزب الوافد ووصلوا حزب الوافد لهذه الدرجة ان احنا عاديين بنتفرج على فيديو داخل غرفة الهيئة العليا بيتقال فيه حتتين قصار البضاعف المنصورية طب يا فاندي بنجيبها لاطلع صور لي البضاعة وصورها لي على ثلاثة ايام وارا بعد وبعد كده ده احنا جبنا الحتة طب الحتة مش عايب اي ده انت بصت بالنظارة لا ده ما بصتش بالنظارة ده انت عامل فيها خبير وبصوا يا جماعة بجد يعني مهزلة اخلاقية ومهزلة كبيرة جدا بتحصل داخل حزب اه الوافد اه عايز اقول لك كمان ان في حاجة عايزين نقولها ان في قيادي وفدي قال ان مدير احدى المستشفيات الحكومية قدم شكاوى لرئيس حزب الوافد بسبب تصرفات هؤلاء الاشخاص ولكن دون جدو يعني هما كانوا بيثيروا الشبهات يعني العبدالسنى دي ماما دول جايبهم مجموعة الاشخاص دول كانوا مثيري للشبهات عايز تحس كده لما تيجي تعدي زبط ان ما بحس كده ومعدي في اي حتة يبص كده يقول لك هتلي الواد ده وهتلي الواد ده وهتلي الواد ده حس كده ان هو اللبش يعني تحس ان هو سوابق تحس ان هو عنده حاجة فبالحس الامني وبالحدث الامني كده وبالمشاكل بقى اللي بيعملوها وبالتعاملات اتقال ان هما عندهم مشاكل كتير جدا ولكن السيد عبدالسند يا ماما هو اللي جايبهم وعارفهم وعشان كده عمل نفسه مش من هنا